إحنا لما سمعنا عن الذكاء الاصطناعي وتابعنا ظهوره وتطوره شيئاً فشيء كان في عنا بعض التخوفات منه وفعلياً من سوء استغلاله بطرق ممكن فعلياً أنها تؤدي لاشتعال أزمات وحروب ولكن كيف ممكن نحول هذا الذكاء الاصطناعي وهذا التطور إلى جانب إيجابي يفيدنا فبالتالي المستشار في الإعلام الرقمي وفي التصويق سدقي أبو ظهير رح يجيبنا عن تساؤل كيف ممكن نصنع محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي سعى صباحك ستقي أهلاً فيك معنا صباح الخيرات إليك فرح صباح خيرات سعى سعيد جداً بوجودي معكم هون وخليني نحكي بالذكاء الاصطناعي نقول لك تعريف ليلة هو سرعة استجابة أي صاحب شركة أي مؤسسة أو إحنا كمان نتعامل مع شخص حتى يفيدنا في حياتنا حتى ينجزلنا أمورنا مندور على واحد سريع فرضة فعله سريع جداً فذكاء الاصطناعي لازم يكون يعطينا نتائج بشكل سريع هي الفكرة من إنشاء الذكاء الاصطناعي فتخيل لما تيجي أن نصنع محتوى من الذكاء الاصطناعي بثواني أنا لو قلت لكم كلمة ثواني بكون لسا كمان مبالغ لا لسا أقل لأنه عبير ما تكتب له أنت الأوامر الهندسية وكتابة الأوامر الهندسية بدهاش كودات تطلب من أي كيف الأوردر نطلبه في أي شيء في العالم تطلب مواصفات معينة أنا مثلاً بدي موضوع حول الذكاء الاصطناعي باختص في صلاعة المحتوى الخاص في قناة يوتيوب شوف طريقة الكتابة هاي وإذا بدي أركز أكتر عن مواضيع الشورت الشورت اللي هي الفيديوهات الصغيرة هاي فهو بيعطيك سكريبت كامل شو تعمل شو تقدم شو تنتج على اليوتيوب وبينفع الكلام هذا تطبقه على جميع منصات التواصل اجتماعي حتى على المحتوى المطلوب اللي هو المحتوى المكتوب خليليني نحكي المحتوى المكتوب لو بدي أخذ منه أنا أول جملة أقول له أنا سأنا نبدي موضوع شو بتنصحني أطلع أقدم في برنامج على سبيل المثال في برنامج أنا بدي أحكيه على اللايف في قناتي على الاستجرام فبيعطيك مجموعة مواضيع تختار الموضوع تطلب أعطيني بس فقرات عن هذا الموضوع مع ذكرت شوي التفاصيل ويكون جذاب كلمة جذاب عميق مبدع هاي الكلمات بتأثر مع الذكاء الاصطناعي وبيعطيكي كلمات ودلالات وبيولدلك مصطلحات لكن المقدمة اللي انت فت فيها انه قداش ممكن يكون مخيف بالمقابل وقداش ممكن يكون جيد ورائع يمكن ظهر من حوالي يومين ثلاثة تطبيق بحاول يعري البني آدم أو يعري الصور من الملابس صحيح تابعنا هذي الموضوع مخيف جدا لكن في المقابل خلينا أوصف ممكن الذكاء الاصطناعي هو مراي بتعكسنا لكن قديش إمكانيات احنا مقدر في حالنا نتأكد أو نؤمن بحالنا أننا ممكن أكون عالم آه ممكن تكون عالم على فكرة احنا ما نولدنا ومعنى موهبة ولازم اللي يتوظف أو اللي يكون في منصب عالي أو 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 يكون في عنده موهبة علماء كتير كانوا ويحكوا بقولك أنا درست مثلي مثل غيري بس اجتهدت على حالي مثل أي طالب كنا بنجتهد لكن التجربة، الدراسة، القراءة، التطبيق هو اللي بيخليك توصل لمرحلة العالم أكيد وهون صبتي مهم جدا زي ما ذكرت يعني ممكن بعيدا عن مواقع طارسة الشمع الشبكة العنكوبتية فيها الخير وفيها الشر فيها بعض القضايا والأمور اللي احنا ممكن نوظفها بطريقة إيجابية أو سلبية إذا بنحكي بالذكاء للصناع وبعض التطبيقات اللي ممكن نساعد فيها الشباب ليصنعوا محتواهم يعني يمكن من الأكثر رواجن تشات جيبتي وهذا التطبيق رهيب جدا وفي مراحل فيها لازم تدفع نقدي لتستفيد من بعض الخدمات الأخرى كيف ممكن هيك نسهل على المشاهد إنه كيف يتعامل مع تشات جيبيتي أو في هناك تطبيق آخر وممكن يكون أسلس وأسهل معه تشات جيبيتي رائع جدا وانا بنصف فيه تشات جيبيتي فور هلأ هو المدفوع بـ 20 دولار تقريبا تشات جيبيتي فور هلأ هو المدفوع بـ 20 دولار تقريبا التري بونت فايف هو مجاني لكن حلاوة فيها حسب متبعتي إنه بقول لك اتعلم من أخطائه يعني بيتعلم من الأخطاء اللي صارت وبياخد منها داتا بيخزنها عنده بتطور صار أفضل من إنشات جيبيتي فور لكن إنشات جيبيتي فور ممكن يصنع لك جداول صناعة المحتوى فيه ممكن عندما تطلب منه الأمر الهندسي أو الفكرة اللي بدك إياها ممكن يعمل لك مدخول إذا أنت بتمسك صفحات ودارة صفحات على السوشال ميديو وهي الأكثر طلب لأنه كلمة صنع المحتوى مفقود في السوق الفلسطيني تحديدا في السوق الخاصة في صناعة المحتوى المكتوب على السوشال ميديا يعني ممكن يؤمن له بالراحة مش قال من 7-8 ألاف شيكل وبالغش في هذا الرقم وأنا بحكيه إذا بمسك له بس مشروعين ثلاثة ما بين كتابة المحتوى وصناعة فيديو وإلى آخرها أو التصاميم وإلى آخرها طب صدقي التساؤلي بأنه فعليا هاي الأمور هي عم بتسهل نوعا ما حياتنا وتعاملنا مع الأشياء ولكن لأي مدى ناخد فيها كمسلمات إنجاز التعبير بمعنى أنه صار اعتمادنا بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي أنه أنا أي معلومة بدي أعرف عنها أي تفصيل أو أي نصيحة بدي إياها على طول بتوجه للذكاء الاصطناعي وأخذ اللي مكتوب بدون ما أفكر فيه أو أبحث عنه إن كان هو صحيح إن كان هو غير صحيح إذا كانوا أشخاص مثل اللي مدخلين مثل هذه المعلومات وعندهم إمكانية الخطأ واحتمالية الخطأ فبالتالي هذا الجانب لأي مدى هو صحيح لأي مدى بإمكاني أني أعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي في المعلومات التي يقدم لي إياها يعني إذا بدأ أحكي شات جي بي تي فور مش بدأ نعمل له دعاية لكن هو واضح إنه دقيق جدا برض دقيق جدا برض طابع لجوجل وعمالهم بعملوا هلأ مني أو جوجل مني خاص يعني دمج ما بين شات جي بي تي وما بين برض عالي الجودة الدقة فيه فوق التسعين في المنية فوق التسعين في المنية شات جي بي تي عماله بدرس معك لغاية اليوم يعني هو آخر أب ديت واصل معه وحنا بنحكي مع بعض هلأ لكن تري بونت فايف درس لغاية سنة الواد وعشرين يعني فهي المعلومات المفروض إنه أي شخص بدي يتعامل مع مواد أو تطبيقات زي الذكاء الاصطناعي لازم يكون قارئ بالأول شو الذكاء الاصطناعي ومتى بيبدأ ومتى درس وشو آخر دراس وشو آخر أب ديت يمكن البعض يقول طب ما هو أنا مش مهتم مثلك يعني طب ما هم ثلاث أربع داعي اقرأ عن أي شخص ما احنا نمتعرف على أي شخص أو نقرأ أي موضوع أو ننشتر أي قطعة ما احنا نماخد المعلومات الصغيرة اللي بتكونوا على الطرف الأميز حتى نقدر نفهم بتناسب معنا ولا بتناسب إش معنا فهذا بساعدك إنه فعلا نتطور هلأ في نقطة كتير مهمة إنه قديش هو مصداقية لأ لازم نعمل مراجعة يعني فوق ما هم نحكي شات جي بي تي لأ بقول لكم لازم نعمل مراجعة شي هاي المراجعة فرح اللي هي بصمتي لازم تكون موجودة داخل هذا المحتوى هويتي لوني طريقة تفكير المجتمع الشات جي بي تي إذا ما كنتش دقيق معاه في عملية إعطاءه أوامر هندسية لصناعة المحتوى ممكن ما يتفهم إنه إحنا مجتمع فلسطيني وإله عادات وتقاليد واسلوب معين في المصطلحات اللي بتمنشرها فإذا أنت ما كنت متابع أو تحط حالك مراقب مراقب رقمي إنك تحمي المجتمع كمان وتحافظ على المجتمع الرقم اللي بيدور معك أول أنت عايش معه في هذا الفلك نعم إحنا صدقي بنقول عن كثير أمثلة بنشاهدها على سبيل المثال أستاذ رياضيات قبل كم يوم بيسأل شات جي بي تي إنه كيف أدرس الطلاب في المراحل الأساسية الأشكال الهندسية فكتب لوجي بقطعة بيزا مدورة أعطيهم إياها بشكل مثلثات بعدين خليهم يصوروها يصوروا بكل شكل مثلث مثل موجود في البيت أو الساحة إدماج الأطفال كمان في هذا المحتوى ممكن شوي هو بيعطي أفكار ذكية وقدش ممكن تفكير خارج الصندوق ولأي حد ممكن أنا أوظف هذا الإشي للانطلاق من شكل هندسي الأشياء أكتر من هيك هو موضوع شات جي بي تي إنه زي ما حكيت في بداية ردة الفعل عالية جدا والأستاذ أو هذا المثل اللي صار أنت بتقدر تعطي من خلال شات جي بي تي تصنع باوربوينت كامل بتفاصيله في داخل المحتوى من خلاله بتقدر تصنع كودات أو بعد ما تبني الكود تقدر تبني موقع وتعمل فإذا أنا أنا ممكن كتبت في مقال بقول كنت أتمنى يعني تكون من ضمن سياسة التربية والتعليم لاحقا أنه يكون هذا المنهاج الرقمي مثل منهاج مادة الدين مادة التنمية مادة الاقتصاد يعني تكون أساسية لازم تكون أساسية الحالة الإبداعية اللي أنت بتحكي فيها اللي ممكن تنصنعها معها الطلاب رح يغير كتير في الانتاج بالانتاج نقول الذهني لأطفالنا لأخواننا لبناتنا رح نلاقي فيه شيء كتير كمان بتحدي مع العالم برا عمانهم بيحكوا في مواضيع عالية جدا بيحكوا فيه في أمور تفوق التصور الأنوياك ممكن تفكر فيه على رغم الطلاعي والطلاعة كم حكم عملكم لكن العالم برا عمانهم بوصل مراحل عالية فيه طفل بتجوزش عمره 14 سنة 13 سنة تربط منهم معلمة يعمل معادلة رياضية لا تنتهي لا تنتهي درس باخدوه عندنا هون مش شي شي غريب فراح بحث 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 عن طريق اللوحي أو جهاز اللوحي تابعه وعمل معادلة الرياضية معادلة الرياضية هاي لما اجع حطها على اللوح قدام المعلمين قدام الأستاذة فصرته انت اللي عملتها قال لها اه انا عملتها جابت المدير انت اللي عملتها يا ابني انا اللي عملتها ما صدقوش جابوا هيئة قلوا مكتب لنا ياه كمان مرة كتبها شات جي بي تي ما عمل مثله طب لما سألوا من وين من وين انت جبت كيف فكرت كيف حللت انا كنت استخدم جات جي بي تي ويعطيني حلول عشان اقدر اعمل معادلات رياضية ما تنتي يعني انت تقدر توصل لحالة الابداعية اذا انت مرنته اذا انت مرنته اذا اعطيته الفرصة فراح نقدر نوصل لهذا الحكيم طب صدقي بعيدا عن التشات جي بي تي قليلا نبدي ارجع لموضوعنا الاساسي نصنع المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي لكل شخص يمكن هو في بدايته او في طريق البداية اوقت عشوة نوعا ما ولكن كيف يستمر بصناعة هذا المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي خلينا نعطي خطوات بسيطة لكل من يتابعنا انا بعمل دورات اممكن اذا مسموح لي احكي بسنا في كاس جامعة المجاح فيها بما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي ادرت ادروا الصبايا تحديدا اللي بيبيعوا اونلاين انه من خلال كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بدون اعلان ممول تبيع يعني تحصل على عدد من الرسائل او عدد من الوردرات اللي تمت بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي السبب انه انت بتعطي للذكاء الاصطناعي شو بيهتم الناس شو الاشياء اللي يفكروا فيها الطريقة اللي بلا تشرح فيها عن القطعة او توصف فيها القطعة فهو فعلا بذكاء بيعطيك المادة هذا المحتوى اذا تم تدريب عليه وصناعته ما بين توليد صور مثلا زي مايكروسوفت عندهم بينك بينك بيعمل توليد للصور بطريقة خرافية وممكن حتى يتم استثمارهم لعمل ستيكرز ممكن قصص للاطفال وهو عبارة عن جملتين ثلاثة تقدر تعطيها وبياختلق لك قصة انا عملت قصة من باتمان وصوبر وصوبرمان انهم بتاتروا مع بعض فاعطاني مجموعة من القصة يعني هو خلقلي القصة بالصور ورجعت لشات جي بي تي يعمل لي سيناريو في الموضوع فالموضوع صفى زي كأنه في عنا مخرج سينمائي مع واحد مخرج بتتصور الموضوع فهي السكريبت جاهز النص جاهز التصوير جاهز بس دائر حد يمثل ويعمل لك أو بتدمجيهم من خلال الذكاء الاصطناعي وتحرك الصور الثابتة هاي إذن البداية بطرح الفكرة نفسها بالضبط فالمحتوى ممكن يكون مصدر دخل بغير فكرة الماركتينج على المنصات التواصل الاجتماعي جذاب فعلا في طريقة الطرح بناء الصور والخيال لأنه باعتمد على الامجيشن بشكل كبير جدا فهذا بيأثر على المحتوى وبيعطي انطباع شيء وهون كمان صدقي أخيرا أنه احنا بنمشي بالتوازي ما بين المجتمع والحاجة اللي موجودة كمحتوى وأيضا من خلال يعني احنا ممكن نستخدم الذكاء الصناعي هو فقط لتوليد الأفكار أو الخروج يعني بأشياء مختلفة ونظل محافظين على عداتنا قيمنا وطرقنا مبسوطين بالكلام معاك وإن شاء الله من موضوع لموضوع أكيد هنظل معاك بمتابعة بحر كامل إن شاء الله من غصفي سويا في كل الماضي أكيد شكرا لكم صباحكم